أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد قال الله العظيم في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم كل ما تقع عليه عيناك وكل من تقع عليه عيناك من ذو العقول ومن غيرهم كل من تراه من البشر كل ما تراه من حيوان من طير كل ما تراه من شجر ومدر وحجر فيه الزوجية وهو نتاج التزاوج بين شيئين لو لا الزواج بين البشر لم يكن أحد من الناس في هذه الأرض ولو أن البشرية تقررت أن لا تتزوج لمدة خمسين عاما لرحل الناس ولم يأتي جديد وانتهى الوجود البشري في الأرض ربنا واحد أحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولد وفرض على كل ما خلق الزوجية ربنا غني بالمطلق نحن محتاجون بالمطلق نحن ضعفاء الرجل بحاجة إلى المرأة والمرأة بحاجة إلى الرجل والتزاوج جزء من ضعف الإنسان وحاجة الإنسان وقانون الله وسنة الله ليس فقط على الناس ما من شجرة إلا وتولد بالتلاقح ما من حيوان ما من طير حتى الجمادات حتى الحصى فيه مذكر ومؤنس حتى النور نتاج الموجب والسالب سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن ومما لا تعلمون حتى ما لا تعلم فيه حالة زوجية فيما يرتبط بالحيوانات والأشجار والبحار والماء والهواء الزوجية إجبارية يعني الما يتشكل من شنو في زوجية كذلك بقية الأمور وإجبارية لكن فيما يرتبط بالإنسان الزوجية اختيارية كما في بقية الأمور الحيوان يمشي بناء على غريزته ما يقدر يخالف ولذلك ما يقدر يتطور يعني البشر بدأوا العيش في الكهوف البيوت يحفرون الجبل يعيشون داخل الجبل شوية شوية يطلعوا بره قاموا يبنون أكواخ من خشب وقصب بعد مدة قاموا يبنون بيوت بسيطة اليوم يبنون برج كيلومتر ارتفاع تطوروا لكن النحل يبني بيته بشكل سداسي منذ ملايين السنوات وسيبقى يبني بيته بشكل سداسي ملايين السنوات ما يوم الأيام النحل يصير عندهم مهندس وأشكال هندسية وتعالوا نغير بيوتنا ماكو حيوانات تمشي على الغريزة والغريزة وحي الله وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر الله أوحى يعني سنة الله يعني الغريزة الله لكن بالنسبة إلك مع أنك حينما تأتي إلى الدنيا لا تعلم شيء بينما الكتكوت الصغير لما يطلع راسه من البيض يقدر يميز الخير من الشر الحب الردي من الحب الجيد شنو ينفعه شنو ما ينفعه يقوم يركض يمشي لكن ابن الإنسان يحتاج لسنتين حتى يمشي يحتاج لأربع سنوات حتى يقدر يحشي مع ذلك يبقى فترة من الزمن ما يقدر يميز الخير من الشر والهر من البر كما يقول المثل والله أخرجكم من بطون عماتكم لا تعلمون شيئا لكن الإنسان يتميز بالعقل يتميز بالإرادة يتميز بالحرية يتميز بوجود النفس اللوامة في داخله والنفس الأمارة بالسوء يعيش حالة من الصراع الداخلي بين الخير والشر يقدر يطور الله خلق أذواق بمقدار ما خلق رؤوس كل واحد يختار لون معين يرتاح إلى شكل معين من الملابس شكل معين من البيوت شكل معين من السيارات هالتلون هالتنوع اللي هو من سمات الحضارة هو بسبب أن الإنسان مختار مو مثل الدجاجة اللي لازم تبيض ويوم اللي تبيض مجبورة على البيض ولا مثل الديك اللي يوم اللي يتزاوج مع الدجاجة يتزاوج إجبارا وإستجابة لغريزته الإنسان لا عنده غريزة بس يقدر يمنع هاي الغريزة عن نفسه وهنا الامتحان الله فرض الزوجية على كل شيء وطلب منك وأمرك أن تزوج يعني هنا مو إجباري بس واجب عليك إما واجب لمن يعني واجب واجب الكلام حول متى إذا يخاف الشاب الآن يقع في الحرام بسرعة لازم يزوج إذا لا يقدر يلزم نفسه خلي يبحث عن زوجه إلى أن الله يوفر له ما يتناسب معه بالنتيجة ما يصير واحد يمتنع عن نكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني مو من عندي شخص اللي ميرد الزوج مو من عندي امرأة تأتي للإمام الصادق يسألها إن كانت متزوجة تقول لا إني متبتلة يعني متعبدة يعني زاهدة فقال لها الإمام أنت أكثر تبتل أم فاطمة الزهراء سلام الله عليها قالت بل هي قلزين هي متبتلة وتزوجت النكاح سنتي وأنكح الأمر في القرآن الكريم يعني الوجوب ربك ديقوا جبار السماوات والأرض وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم فلوس ما عندي إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع علي روح زوج هاي الزوجية إذن فيما عدى البشر إجباري في البشر غريزي اختياري بس لازم يصير إذا ما كان آبائكم وأمهاتكم متزوجين أنتوا الآن هنا ما موجودين فأنت نتاج العلاقة الزوجية وكذلك غيرك وكذلك هاي سبع مليارات من البشر الموجودين هم نتاج العلاقات الزوجية والغريب أن أطول علاقات البشر هي العلاقة الزوجية أطول علاقة بين اثنين مو علاقة الأب أولاده ولا علاقة الأم ببناتها علاقة زوجية الابنية تبقى في بيت أبوها وأمها قل خمسطعش سنة ستعش سنة سبطعش سنة ثمانطعش سنة تزوج وتطلع لكن إذا استمرت العلاقات حسنة بينها وبين زوجها يمكن خمسين ستين سبعين ثمانين سنة في العلاقة الزوجية كذلك الأولاد أطول العلاقات بين اثنين على وجه الأرض هي العلاقة الزوجية والعلاقة الزوجية هي أساس الخير والشر عائلة سليمة علاقات حسنة بين الزوج والزوجة ينتجون أولاد سالمين للمجتمع والمستقبل بالنسبة إلى المجتمع إذا العلاقات الزوجية حسنة فالمستقبل مضمون وإذا العلاقات سيئة يعني أولاد سيئين تماما مثل ما في جسمهم إذا مريض مريض تزوجوا يعني الزوج عنده تلاسيمية تكسر في الدم والزوجة أيضا عندها تلاسيمية الأولاد يطلعون القسم القوي شديد من التلاسيمية دائما الأولاد مرضى دائما مرضى كذلك في الجانب النفسي والروحي رجل صالح زوجة صالحة يعني أولاد صالحين خلاص لكن رجل غير صالح وزوجة غير صالحة وعلاقات سيئة يعني النتيجة نبينة الضحايا منه الأولاد أغلب المجرمين إذا تقرأ تاريخهم سواء كانوا رؤساء دول مثل هتلر أو مجرم على مستوى قتل سرقة تشوف أكو مشكلة بين الأب والأم في البيت يعني العلاقة الزوجية مو سليمة فالإنتاج ما يجي سليم ما يجي سليم العلاقة الزوجية هي اللي ابنة في بناء مو فقط المجتمع الحضارة أساسا العائلة حضارة صغيرة شنو أكو في الحضارات موجودة فيها العائلة واحد اللي يهدم البيت الزوجي ده يهدم حضارة بأكملها هذه حضارة إذا تريد تبني فرد بيت مرتب قوي لازم تهتم بكل حجر فيه كذلك إذا تبني مجتمع إذا نريد إحنا نصلح فرد مجتمع اجينا فرد مجتمع فاسد أكو بعض المجتمعات يحكمها طاغود ثلاثين سنة ثلاثين سنة أنت تشوف ترى الوضع التربوي كلش خرط وضع الأخلاقي خرباط تريد يصلح ابدأ من وين من حسن العلاقة أو حسن الاختيار بين زوج وزوجة ثم ينتجون أولاد صالحين المجتمع يصير صالح يعني يروح إلى المنبع إذا شفيت هذا الماء اللي ده يجري كله وسخ ملوث يا أبد من وين جاي هذا تروح تشوف المشكلة في المنبع مو في المصاب صلح منك أريد أن نصلح مجتمع لازم نصلح العلاقات الزوجية و إذن أصل العلاقة مفروغا منها لا بد منها ورب العالمين ورب العالمين يوم يريد يقول شيء مهم بالنسبة إلى عظيم يبدأ بكلمة سبحان سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله هناهم يقول سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض يعني هذه فرض قضية إلى ربط بربوبية الله قضية العلاقة الزوجية لا تنظر إلى من منظار ضيق هو منظار الرغبة الجنسية عند الرجل ورغبة الأمومة عند المرأة هي أبعاد مختلفة فيها يعني بعد حاجة الرجل لوجود هذه الرغبة الله خالقها الله هذه الرغبة خلقها ما كانت بي لما يجي الولد للدنيا ما عنده رغبة جنسية إلى عشر سنوات اثنى عشر سنة اربعة عشر سنة خمس عشر سنة حسب البيئة وإذا هذه الرغبة تستيقظ بناء على أن بعض الغدد في داخل الجسم ترمي ببعض المواد في الدم فيبدأ يصير عنده تغييرات يطلع للحية صوت يتغير يصير عنده رغبة في الجنس الآخر فترها معينة مدائما يعني هذه من الرغبات التي لا يولد بها أحد ولا يموت بها أحد عند الموت هم ماكو هاي الرغبة وحصار عمره مئة سنة هم عنده هاي الرغبة لا بعد ما عنده فترة معينة هي فترة الشباب وأقوى ما تكون هذه الرغبة فالرجل يوم اللي عمره تسوط عشر سنة فيما بعد يبدأ التناقص بس ما يشعر لأنه التناقص يومي مو تناقص مرة وحدة على كل حال ما رد أدخل في تفاصيل هذه القضية بس أريد أقول هذه العلاقة يجب أن تبنى على أسس سليمة وصحيحة منذ البداية ولا بد من الاهتمام بها بدليل الله عنده في هذه الآيات وعدة آيات يتحدث فيها الله عن العلاقة الزوجية يا أيها الناس هذا مو خطاب للمؤمنين كل الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بعدين هم رب العالمين يهدد يقول إن الله كان عليكم رقيبا تردى أراقبكم في هالقضية في قضية الأرحام في قضية العلاقة الزوجية مو يعني تارككم أراقبكم لازم تبنوها على أمر صحيح وسليم زين أكو حاجة الرجل يحتاج إلى المرأة والمرأة تحتاج إلى الرجل بس هذه الحاجة مختلفة دائما أقول لبعض الإخوة إذا تشتري سيارة تسأل عن أنواع السيارات عن الموديلات بعدين لازم تتعلم السياقة تتعلم نظريا تتعلم عمليا ومجموعة قوانين قدامك لازم تتقيد فيها وإذا ما تعرف المكين أشلون تشتغل لازم ميكانيك معين لأنه تتعامل مع خردة وحديد وبلاستيك وبعض الأجزاء الجامدة بالسيارة تتعامل مع مرأة ما يحتاج تتعلم شيء بس هذا الشكل ما يحتاج تعرف المرأة ما يحتاج تعرف أصول التعامل أسباب السعادة في العلاقة الزوجية ليش متروح وراء المعلومات الشباب ده أقول أن تعرف أهمية القضية وصول القضية نعم الرجل يحتاج إلى المرأة بس تدري خاجة الرجل للمرأة أكثر بس غروره ما يسمح ليبين يحتاج لها بس يبين نفسه ما يريد أنا أقول لبعض الشباب أحيانا أقول لها بلغت من كذا سنة يقول لي أقول الزوج يقول ما ريد يقول لي ما ريد يعني شنو إما أنت مرجال أو شنو معنا ما ريد الله خالق فيك الرغبة ما ريد لا تريد بس غرور عنده ما يريد يبين حاجته تدرون الرجل كل كم مدة يذكر المرأة كل نص ساعة وإذا مرت ساعتين ما تذكرها يسوي قضاء وراها فد عشرين دقيقة يذكرها تعرفون سوا وحصاءات واستفتاء من مئة حاجة عند الرجل يعني من واحد إلى مية حسب الترتيب أهم الحاجات رقم واحد بعدين اللي وراه وهذا الشكل إلامية أهم اهتمام للرجل من مئة حاجة الأولى هي المرأة وعند المرأة رقم 99 يجي يشتكي يقول مرت باردة علاقات باردة وياها طبعا أنت الرقم واحد يا رقم 99 يعني سيارة الإنسان بيت الإنسان أولاد الإنسان أموال الإنسان علاقات الإنسان الاجتماعية هذه كلها تجي ورا المرأة عند الرجل البالغ كلها وراه عند المرأة لا ولذلك الرجل إذا يريد بيت إذا يريد سيارة إذا يريد فلوس إذا يريد يكون نفسه حتى يزوج بس المرأة تزوج حتى تحصل هالأشياء يعني هدف الرجل من هالأشياء المرأة وهدف المرأة مو الرجل وإنما هاي الأشياء قال المرأة تريد الرجل فإذا حصلت عليه تريده منه كل شيء تقول أنت وسيلة تعال يلا أنت عندك المرأة هي الهدف هي مو أنت الهدف طبعا هذا مو معناه أكو نقص فيما يرتبط بالرجل أو بالمرأة ده أقول لك حقايق على الأرض سينا نريد نبني المجتمع على علاقات سليمة شا نسوي أولا إقضايا بسيطة أولا أنه من أخر هذا الزواج ترى تأخير الزواج مو زين تعرف ليش لأنه الرجل أو المرأة في التأخير ده يخالفون طبيعتهم بس يطلع شاب يقول أنا ما أقع في الحرام ولذلك آخر بس ده تخالف طبيعتك طبيعتك بحاجة إلى المرأة والمرأة ده تخالف طبيعتها لا يقعون في الحرام شيء ده يخالفون طبيعتهم شيء ثاني يقول يا سيدنا هذا بعد الشباب مو ناضج إذا ما يتزوج هميا رجح حبيبي شون يعني يصير ناضج بالزواج مثل واحد يقولوله تعال أدخل في المي واسبح اتعلم السباح يقول أنا ما أعرف السباح إذا ما تدخل في المي ما تقدر تتعلم السباح الابنية إذا ما تتزوج عمره خمسين سنة بعد ابنية ما تصغير عده نغج والرجل إذا ما يتزوج بعده ولد بالزواج يصير عندهم نضج أما تنتظر يعني تنتظر حتى يصير عنده نضج وبعدين يتزوج يعني تفكر مثلا إذا عمر الرجل ثلاثين عمر الابنية خمسة وعشرين إذا اتزوجوا وما عدوا مشاكل بالعكس بالعكس لأن الزواج بحاجة إلى تناغم انسجام إذا إجوا اثنين من بيئتين مختلفتين تماما متعودين على عادات معينة تقاليد معينة شخصيتهم متقولبة بشكل معين ما يصير الانسجام الانسجام يصير يوم اللي بكروا في العلاقة الزوجية أما إذا اتأخروا في إيران معدل زواج الرجل يوم اللي عمره ثلاثين سنة يعني خمسة عشر سنة صار بالغ وذي خالف طبيعته بعدين يزوج ومعدل زواج المرأة خمسة وعشرين سنة النتيجة كثرة الطلاق مره وصل إلى أكثر من ستين بالمية حوادث الطلاق يعني من كل مية يزوجون ستين من عدهم في يوم الأيام يطلقون نضج صار عدهم شون قيمة النضج اللي ينتهي للطلاق طلعوا واحد أنا سمعت مقابل أمسوين ويا بالراديو قال احنا عدنا هذا المكان اللي يسوون فيه الزواج ياخذون خفلات اش يسموه بالفارسي بالعربي صالة صالة أفراح قال أنا عندي صالة أفراح أغلى صالة أفراح في شمال طهران ذاك الوقت اللي يتكلم قال الليل الواحدة عشرة ملايين تومان لازم يدفعون ثلاث تلاف دولار للليل الواحدة وأنا محجوز ما عدا بعض الليالي مثل أيام محرم مثل الليالي الوفيات محجوز مسبقا يقول أول ما افتتحنا لمدة سنة ليليا كان عندنا حفلات الزواج ويجون أصحاب الأموال وأصحاب الثروة وشخصيات لأنه أغلى صالة أفراح وأكشخ قال بعد سنة فكرنا نسوي احتفال ندعو الذين تزوجوا في هذه الصالة على طعام العشاء مجانا على حسابنا ونسوي دعاية يعني فقمنا نتصل بيهم يقول 80% من أعدهم قالوا وإحنا طلقناها 80% والله يريد ينضج الرجال ويردون البنية تنضج أحيانا المشكلة ليس في الولد أن يجون عندي شباب صراحة يشتكون يقولون سيدنا أنا أريد أبوي يقول بعدك أنا أتكلم مع هذا الأبو أو هاي الأم إذا ابنك إجاك قال أنا جوعان تقول لي روح بعد سنة أطيك أكل إذا إجا قال لك أنا عطشان تقول لي بعد شهرين إذا قال لك أنا تعبان تقول لي روح بعد أسبوع أفرش لك الإفراش يتنام وتستريح عمي أكو عنده حاجة والدين يقول من حق الولد على أبي كلمة من حق يعني يوم القيامة يقدر يقاضي يجي يقول يا رب هذا أبوي ما أطاني حقي من حق الولد على أبي أن يحسن اسمه خلفت اسم حلو أسمعها الأئمة سلام الله عليهم اسمها فاطمة تزهر على البنات شون اسمها حلوة بسمي نفسها زبالة أنا شفت مرة لافت في العراق أحسن أفضل الأقمش الإنجليزية عند الحاج زبالة أن يحسن اسمه هذا حق الولد على أبيه وأن يحسن تربيته وأن يزوجه شوكيت بعد النضج إذا بلغ بمجرد ما يبلغ لازم يزوجه وكذلك البنت نزل النبي يقول صلى الله عليه وآله وسلم نزل علي جبرايل وقال إن البنات بمنزلة الثمر على الشجر إذا خلوا هاي الثمر نضجت وما قطفوها تخيس جبرايل ينزل على النبي حتى يقول لهذا الكلام ثم قال النبي إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الأخلاق للدنيا والدين للآخرة إجاكم شاب هم عند دين وهم عند أخلاق فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير جاي واحد مؤمن كنت في لندن ألقي محاضرات فأجوا شباب يشتكوا قالوا سيدنا نروح نخطب الإبنية يقولون أنت عندك شهادة جامعية مخلص الجامعية أو لا ماذا يريدون يزوجون بناتهم للشهادة الجامعية لولد مؤمن صالح بعدين سألت قالوا هاي هنا ظاهرة أو يقول لك عنده إقامة لو ما عنده إقامة عنده جنسية ما لها البلد ولا لا أنت جاي لاجة ما كان عندك جنسية هنا تشترط إلا الجنسية تقول ممكن يصير مشاكل رب العالمين ما يعرف هذا الشيء والله أرد كون نفسي ترى شوفوا دير بالكم نسوانكم سبب بركتكم اليمن في المرأة راجع كل عظماء التاريخ ما عدا استثناءات كانوا من زوجين كانوا من زوجين من أنبياء والرسل عنا عيسى من مريم 32 سنة كان عمر يوم اللي رفعوه الله إليه رادوا يقتلوا ويحيى من زكريا هم قتله لو كانوا باقينا كانوا يتزوجون في الأنبياء هالإثنين أنا أعرف بعد ما أعرف فرد النبي ما تزوج وعظماء التاريخ والناجحين في الحياة والتجار الكبار والمكتشفين والمخترعين ورأساء الدول تزوجين اليمن في المرأة البركة في المرأة يقول أول أكون نفسي اتزوج راح تكون نفسك لأن القرآن يقول إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله احنا عدنا عربان وعندنا حصان ياهو لازم قدام الحصان حتى يمشي العربان هو يمشي ماكو أمام عائق ويمشي العربان إذا خلينا العربان قدام الحصان للحصان يقدر يمشي لأن العربان قدامه ولا العربان لأن يم تقدر تمشي الله يقول الرزق الرزق عربان الحصان الزواج اتزوج يجي المهر خلا هذا السكة الذهبية سموه سكي بهر أعزادي ما هذا المليون وشي قيمته المهر الغائب طبعا مهر غائب وحاضر احنا ما عدنا كله مهر بس غائب بمعنى عند القدرة والاستطاعة قالت المهر مالي من أول برج ميلاد اللي هو سابع برج مرتفع في العالم إلى الراس البرج قبل ستة شهر وراه صار عندهم المشاكل قلت اتطلق اشكاة لازم يخلي ما أدري كذا مليون دولار يصير اشكاة عشرين مليون ما أدري من هاي لازم يخلي على بعض سابع برج في العالم ارتفع ذبت في السجن ما يقدر يدفع رحل السجن يعني هل اشترى سعادت بالمال هل هي اشترت سعادت بالمال أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع علي فاطمة الزهرات تزوجت الامام علي نساء قريش لاموا فاطمة تزوجت رجلا فقيرا أنت كنت مطلوب الخليفة الأول إجا والنبي رفض أنتظر في أمر هالسماء الثاني أنتظر في أمر هالسماء تزوجت علي الفقير كل قيمة مهر الإمام علي هو قيمة الدرع له النبي سأله شنو عندك قال عندي هذا السب قال تحتاج إليه وعندي هذا الدرع اروح بيعه أربعمائة درهم أربعمائة درهم الآن يصير تصور ألف دولار مو أكثر أربعمائة درهم فضة مهرو فاطمة الزهرات يوم اللي نبي جزارهم شاف الطاسات ما لهم خزف يعني الطين يجففه بالشمس يصير طاس وفرد بورد يماني وفرد بس هل الشيء بسيط قال بورك لأهل بيت جل عوانيهم من خزف أنا أريد أسألك زواج أمير المؤمنين بفاطمة سلام الله عليهما زواج ميمون مبارك عظيم أم لا صغير الأئمة الطاهرين من أولادهم الآن ثمانين مليون سيد في العالم ثمانين مليون لو نحن نشكل حزب ترى أكبر حزب على وجه الأرض سادة عدوب نتاج هذا الزواج اللي كل مهرة 400 درهم الزواج ليش لحاجة غريزية لا هاي وحدة من عده الحاجة الغريزية الحاجة للصحة والسلامة الحاجة للدين الحاجة للإنتاج تناكعوا تناسلوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط هاي الأبعاد كلها لازم ناخذها بعين الاعتبار مو بعد واحد يعني مثلا من الناحية الصحية الشخص اللي يزوج فيه شبابه أولاده أصحاء أما الكبير مثل ما كل قواه صايرة ضعيفة انتاجها ضعيف في عهد الإمام عليه سلام الله عليه تزوجت امرأة من رجل كبير في السن فترة قصيرة من الزمن ومات الرجل مات الرجل هاي صارت حامل قبل موته صارت حامل الناس قاموا يتهموها ان هذا الولد مو مال هذا الزوج يوم اللي جابه القضية عند الإمام عليه كان الطفل ولد صاير عمري تقريبا خمس سنوات قالوا يا أمير المؤمنين ما معلوم أن هذا صاير يعني فعلا من هذا الرجل أو لا فالإمام علي ما سوى قال جيبوا هذا الطفل خلي يلعبوا يا الأطفال بعدين قال لهم أي شيء أقول أنتوا سووا وقعدوا بسرعة وقعدوا لما أقول قوموا بسرعة قوموا فقال وقعدوا كلهم قعدوا بسرعة إلا هذا يواش قعدوا كلهم قاموا بسرعة إلا هذا قال هذا نتاج هذا الرجال الكبير في السن اللي مات قبل مدة هذا معناه بنية ضعيفة لأن أبوه كان كبير في السن بعدين الشخص يتزوج يوم اللي شبير يعني يوم اللي 40 سنة اللي ما معلوم كم سنة بعد يبقى لا يتهنى هو بأولاده ولا أولاده يشوفون أبوهم فترة طويلة من الزمن فمن الناحية الصحية الابنية اللي تزوج وتحمل وتلد قبل ما يصير عمرها 20 سنة يقل احتمال إصابتها بسرطان الصدر والمبيض 30% ثلث كل ما هم تتأخر كل ما صحتها تدهور وكل ما يتأخر الزواج احتمال أن الولد يجي معاق أكثر يعني احتمال أن المولود يولد متخلف عقليا منغولي حسب التعبير في الشباب واحد من ستمية في اللي عمرها أكثر من 45 واحد من 26 إذن أكو جانب صحي وجانب غريزي وجانب إنتاج وجانب امتحان وجعلنا بعضكم لبعض فتنة يعني امتحان أتصبرون عم الجانب الديني مو ملغي في العلاقات الزوجية اللي يلغي الجانب الديني في العلاقات الزوجية مع أول الخلاف يلا طلق يا با اختلفنا المرض اللي يجي تشتكي الحقوية الرجال يشتكي والحقوية يعني فعلا أكو مشكلة في أحد الطرفين أو في اثنينهم بس دا ينظرون المسألة نظرة دينية هاي زوجتي هذه إذا أنا أراعيها أصبر عليه الله يطيني أجر الثواب وكذلك إذا هي تقول عندنا رواية من يصبر على أذى زوجته فإن له أجر يا أيوب ومن تصبر على أذى زوجها لها أجر منه آسيا بنت مزاحم يعني شي كمل شي يعني أحيانا يجي فالشاب كان عنده توقعات عالية وصارته إيايا جاني واحد متزوج قال أريد أطل لك توم متزوج قلت لي قال يعني قلت لي يعني شنو قال يعني من بعض الجوانب كان يخجل قلت لي يعني مو حلوة قال إيه قلت لي يعني كنت تتوقع ملكة جمال الكون قال صدقني هاي خوش عبارة أنت ملكة جمال الكون شوف نفسك بالمراية تدور ملكة جمال الكون بعدين ملكة جمال الكون ليش تتزوجك أنت تتزوج أولاد الملوك أولاد الأمراء أولاد العلماء مو أنت بوتق يريد ملكة جمال الكون خليك قنوع هاي المرأة عيشوا إياها بسعادة تحملها لك الأجر والثوى بعدين قلت لها في المثال قلت ليه لو ركبت سفينة والسفينة انكسرت بيك وحصلت لها قطعة خشيب والرياح جتي جابتك جابتك داخل فرد جزيرة بقيت أول سنة ماكو ماكو بس أنت وحدك بس أنت وحدك بالجزيرة يا رفت زوجتي شلو ما شانت سنتين ستة عشر سنوات وإذا شفت لك فرد مرأة عمرها دبل مرتك الحالية هاي اللي تريد تطلقها أكبر منها مرتين وجمالها أقل من جمالها بالنص تزوجها طبعا طبعا اززوجها قلت له وإذا إجي واحد درد نفسك قال والله أضربة قلت لا أدري إلا لازم تركب سفينة والسفينة تنكسر بيك وتروح الجزيرة وماكو غيرها حتى تصبر عليها أخو يصبر عليها هذه قسمتك ونصيبك بعض الوقات أسأل بعض الشباب أقول الزوج يجي أبوي يقول سيدنا هذا ميرد الزوج أقول لي إذا الحسين يطلع من قبره هذه في كربلة صارت وياها في الأربعين كذا واحد أقول انت جالي زيارة الحسين مو عراقيين كانوا إذا الحسين يخرج من قلبه الآن ويقول لك لازم تتزوج تتزوج قال طبعا قلت لي يعني الحسين لازم يطلع حتى أنت تتزوج أنت شنا حسين لازم يطلع هذا يتزوج بعدين أنا ابن الحسين في عروقي تجري دماء الحسين ده أقول لك اتزوج والحسين قال اتزوج جد الحسين قال اتزوج شتخر لا الله يقبل لا رسول الله شوي أسرعوا في الزواج أخواني أولادكم لا تأخروهم ترى أنا في بعض المجالس أطلب ما أريد أن أطلبها الآن أطلب أقول الإمام الزوج يرفع إيده فأقول مرة ثانية تجون هنا سنة أخرى غير متزوج ما يدخل هناك نخلي سيطرة يسأل عن الزواج الإمام الزوج ما يدخل مجلسنا زوجوا ومن زوج مؤمنا زوجه الله من الحور العين ومن زوج مؤمنا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يعني ما لأله يوم القيامة إذا أنت سعيت في زواج أحد من الشباب سواء كان ابنك أو من أقربائك أو رجل أجنبي سعيت في زواجه الله يخليك تحت ظل يوم القيامة يعني مع الأنبياء والرسل والله شنو هذا مزوج له هذا واحد الزواج غريب الروايات اللي حول الزواج إخواني لا تقول هذا شهر محرم يمكن هذا مو وقته إحنا ما نقرأ عن القاسم وزواج القاسم وزفة القاسم أنا ما أدري أنه هل الإمام الحسين عقد سكينة لقاسم أو لا أو كان هذا الكلام لكن إذا ما كانت عاشراء وما قتل قاسم حتما أن الإمام الحسين كان يزوج من أخو هذا ما في شكل لكن مداما نحصلكم أنتم حتى نحكوا إياكم وهذا وقته نعم هذا وقته لأن هذا جزء من الدين وجزء أساس أن الإنسان ما يتأخر في هذا الموضوع ويساهم فيه أقرأ لك روايتين عجيبتين وحدة ما بني في الإسلام بناء أفضل من التزويج عجيب وفي رواية ثانية بعد الإيمان هذه الرواية ماكو بعد الإيمان ما بني في الإسلام بناء أفضل من التزويج رواية ثانية ما بني في الإسلام بناء بعد الإيمان أفضل من التزويج لذلك الشيطان ما يريده شيطان ما يريد هذا الشيء يحاول يخرب يحاول يأخر يحاول يخرب قبل ما يصير يحاول يخرب بين الزوج والزوجة بعد ما يصير بعد ما يصير العقد بعد ما يصير الزواج شيطان مصلحته في أن يخرب العلاقات الزوجية يريد يخرب في الحديث عندنا إذا تزوج الرجل في حداثة سنه يعني أول شبابه عجّ شيطانه احنا عندنا الشياطين أنواع أكو ملك الشياطين إبليس أكو مجاميع كل واحدهم عنده فات شيطان شيطان خاص به يريد يغوي من تزوج في حداثة سنه عجّ شيطانه يعني يصرخ يقول واو إله حصن مني دينه بعد ما أقدر أدخل عليه يمن ويسر من تزوجه فقد أحرزه نصف دينه ترى النصف الثاني صلاة صيام حاج عبادة تقوى وراع كل الدين نصه هناك نصه في الزواج وبعد نوم المتزوج أفضل من عبادة الصائم القائم غير المتزوج عجيب يعني هذا نايم ويمرته ودي شو أخير وذاك من الصبح للليل صام ومن الليل للصبح ده يصلي نوم المتزوج أفضل من عبادة الصائم القائم صائم يعني من الصبح للليل صام وبالليل للصبح مقائم ذاك ثوابة أكثر من هذا وركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها غير متزوج تريد الثواب هنا تريد الصحة والسلام هنا تريد علاقات حسنة وسكنة وارتياح نفسي وروحي هنا ما تريده العراقين عدوا فاتكلمة سامحون يقول طا حظك ماكو حظة طايح خاصة اللي ما عدوا كل عذر في هالبلاد عدكم عذر يوم اللي يزواج يروح يطلب بيت يجار يطوي مساعدات يطوي يستقرض من البنك أنا دائما أقول في هالبلاد عذرين ما عدكم عذر تأخير الزواج وعذر عدم شراء البيت ليش قاعدين في الإيجار ليش قاعدين في بيوت الحكومة والمساعدة وروح يشتري عجيب هذه قضية دينية طبعا الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إذا دخلت في مدينة أول ما تفعل أن تشتري بيت وإذا أردت الخروج من تلك المدينة فآخر ما تفعل أن تبيع ذاك بيت ما عدكم بيوت من سعادة المر الزوجة المطيعة وبعد الدار الوسيعة فيلها من أطلب من عدكم تشترون فيلات مو شقاق وبعد الدابة السريعة من سعادة المر وهذه مستثنات من الأحكام الشرعية والخمس والزكاة وغيرها يعني البيت مستثنى من الخمس تجمع فلوس حتى تشتري بيت ما في خمس في هالفلوس اللي تشتري بي بيت مستثنى سيارتك مستثنى يا أبو من حق أنتوا اللي تعيشون على هالكرة الأرضية الواسعة كل واحد من عدكم يكون عنده بيت هذا من حقك ومستحب تسعي إله وتوسع على عيالك سوي عذر ما عدكم لأن أكو مجال القرض يجوز نستقرض من البنك للشراء بيت وندفع انترس الجواب نعم ليش هذه موربة شون يجوز أولا مقدار اللي يأخذون من أدكم قليل 3.5% هذا التضخم الطبيعي يعني أنت اليوم تشتري البطاعة بسعر سنة القادمة بسعر ثاني أغلى هذا التضخم بعدين حتى لوربا أكو بنوك يقرضو لكم بدون انترس ماكو إذن أنت مضطر مضطر ماذا؟ ما في بنوك اللي تقرضك بدون الانترس هذا هو الإضطرار ومسألة الزواج هذا هم ما عدكم عذر بي لأن أكو تروح في القرية من القرى في زنبا أبوي يقول لك فلوس ما عدنا وما يطون زوجة لواحد اللي ما عنده شغل وما عنده فلوس أنت حتى لو ما عندك شغل وما عندك عمل عضلات مفتولة رأس الشهر يجيب حسابك الفلوس وش تريد أنت ومرتك شنو تريد أن تأكله؟ يعني الليلية تريد أن تطلقون قوزي تأكله؟ شكت تأكلهم الثنين لاتكم؟ يعني أنت الثنين بس أبدأ البقية رب العالمين يجيب لك هي بعد في العلاقة الزوجية أنا شباب اللي يجوني توهم يردوني تزوجون أو متزوجين كذا أنصحهم بثلاث أشياء أقول للرجل إلغي أموراً ثلاث إلغي امرأة أخرى في حياتك خلاص هذه مرتك لا تخلي عيونك منا ومناك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا هذه الحياة الدنيا زهرة متنفتح الأحد الحياة الدنيا هذه هي لا تفكر إذا أخذت واحدة ثانية ساعاتك تزداد وتصير كلش محترم كلش مرتاح لا إلغي امرأة ثانية واحد منهم قال تحرم قلت لا بس شنو هو واجب خلاص مدام مواجب أنت هو أي أشياء ما تسويها مواجبة عليك هذه هم واحدة من عدل تسويها لمصلحتك ولمصلحة العلاقة الزوجية إلغي امرأة ثانية في حياتك إلغي حرف الطاء من حروف الأبجدية حتى لي يجي في بالك طلاق طلاق لتجيب بالانجليزي حرف دي ديفورس إلغي هذا الحرف لتفكر في الطلاق هذه مرة هاي علاقات مقدسة هذه مو سيارة تشتريها اليوم باشرة تبيعة ماكوش شي اسمه طلاق الطلاق مشروع في حالات استثنائية جدا مو كل ما صار خلاف جزئي اتزوجت الرجال بعد يومين رادت اطلقه يا باشاكو والله خشمة شوية أكبر من الاستندارد اللي في بالي بش هذا الغوها القضية والأمر الثالث توقعاتكم نزلوها تريد لك حورية وملائكة من دمجين صايرها المرأة جمال الحوريات واخلاق الملائكة عمي انت مثلها هي هم مثلك اي شوية بعض وترتاحون المرأة ايضا لازم تلغي تمشي واحد طائل طلاق الثاني المقارنات والله انت بيتك مو هلقى فلان فلان مشتري ذهب المرتين على فكرة اشترو ذهب لنسوانكم اي لا صدق لأن حاجة رغبة المرأة للذهب شهوة غريزة الله هاشك الخالقة شوف اقف في المكان اكو هاي الدكاكين اللي بيعونوا الذهب الرجال يمر بالشكل بس المرأة توقف فترة اتطالع متين تشتري بس اتطالع من الهدايا اللي جاية تشترون لنسوانكم ذهب اشتره ومستحب المرأة تلبس ذهب مستحب ان المرأة تلبس الذهب حرام على الرجل مستحب للمرأة زين الغي المقارنات فلان الشكل وفلتان الشكل هذا الغي وإلغي الطلاق وإلغي بالاضافة الى الطلاق والتوقعات والمقارنات إلغي حتى مجرد النظر الى ما يفعله الرجال الآخرون اكو طبيعة في المرأة هي ما تعرف المرأة اذا احبت شيئا في رجل ما بنفس المقدار تكره زوجها في ذاك الشيء يعني اذا مشت ما كواهي الافلام اللي يطلعونها جابوا هاي الافلام التركية ويا ما بيوتها تهدمت لانه المرأة تقارن هذا اللي بالتلفزيون بالفيلم شلون يتذلل المرطة شلون يريد خاطرها تقول زوجي مو هالشكل لازم يصير هالشكل ما صار الشكل فيها ما هلا طلاق المرأة بمقدار ما تحبه شيئا من رجل بنفس المقدار تكرهه من زوجها ليش الاختلاط حرام والله في مصلحة العلاقة الزوجية ومصلحة الرجل ومصلحة المرأة اسألت شيخ في لبنان قلت شيخنا ليش هل قدعدكم طلاق حتى بنتك اطلقت قال لان احنا مجتمع منفتح حتى الاحتفالات الدينية اللي نسويها النسوان والرجال على طاولات يقعدين ويقعدون ويتكلمون ويأكلون ويشربون هاي المرأة اللي تشوف هذا الرجل الرجال مو هالشكل ربما يثار من قبل امرأة في الشارع لكن مو بنفس المقدار راح يكره مرته بالعكس يمكن اشتاقلها مرته اكثر المرأة مو هالشكل مرأة مو هالشكل احسبوا حسابات لكم واحترام متبادل ليش احترام متبادل للجانب الديني جاءت امرأة إلى رسول الله تشتكي من زوجها النبي استمع قال عليك بزوجك فانه جنتك ونارك ترحين للجنة عبره او جهنم لا سمح الله عبره عليك بزوجك فانه جنتك ونارك للطالعون بس الدنيا والبيت والسيارة والمال عمي اكو شي وراه هذا وقال النبي لو كنت امر احدا ان يسجد لا احد لامرت المرأة ان تسجد لزوجه هذا في كلامه النبي للمرأة جدتي وحده النبي سألها كم سؤال بعدين قال لا انت من المسوفات شو المسوفات يا رسول الله قال المسوفات الرجل جاي عنده حاجة المرأة تسوف باشر الان تعبانة تروح على المطبخ فالواحد قال والله سيدنا انا اشعر ان ضرتي انا الرجال المطبخ تقضي وقته بالمطبخ وانا انتظره ما تجي سوف بعدين الا ان ينام الرجال النبي دي يقول قال لعلك من المسوفات عم الرجل عنده حاجة معينة على المرأة ان تستجيب لحاجة الرجل ولو كانت على قتب تدونوا القتب يعني شنو قتب هاي الخشبة اللي يشيلوه المرأة بيها تولد يعني دي يجيبوها للولادة والرجال يطلبها لازم تستجيب طبعا هذه مبالغة يعني الى هالدرجة اما اذا كانت من المسوفات يعني حق الرجل على المرأة كثير بس لا تنسوا ايضا حق المرأة عليكم كثير اول حق ان البركة في حياتك منعتها ثاني حق لو انت صلاتك وقيامك وعبادتك واخلاقك مثلها تماما يوم القيامة هي تدخل الجنة قبلك بخمسين سنة حضرتك بصحراء المحشر متور ريض ويا ناقدر تضحك حسنوا علاقاتكم مع نسوانكم تحتاجون لهم والقرآن يقول وعاشروهن بالمعروف ويقول ولهن مثل الذي عليهم بمقدار ما إله من حق عليها مسئولية وبمقدار ما عليها من مسئولية لها حق اخذتموهن بامانات الله انت مو امانة الله عند مرتك بس مرتك امانة الله عندك لدخون الامانة اخذتموهن بامانات الله حسن التعامل حسن الاحترام المتبادل حسن التنافس الرجل النبي يقول الرجل اللي يساعد مرته طبعا مو واجب على المرأة ان تطبخه تكنسه تنظفه تغسل الثياب هذا مو واجب عليها هاي يتبرعون نسواننا الله يطيهم كل خير يتبرعون من كل قلبهم لكم بس انتهم لازم تقدر تساعده في المطبخ النبي يقول اللي يعملون يشتغلون في البيت يساعدون نسوانهم هم الصديقون من امتي الصديق من امتي يساعد مرته بس بعض الاوقات تشوف الرجال مغرور طول عمره ما يقول للمرته شكرا وده تطبخ له اذا فرد يوم شوية الملح زاد شوية المي زاد شوية طعم اوهو بطول غابات الامازون يقول اوهو قلتني كم مره انت قلت لها شكرا صباحا مساء كم مره قلت لها احبتش يقول هي تدري شنه هي نشرة خبرية حتى تدري مو قضية نشرة خبرية هي تريد دائما تسمع من عندك انا احبتش والى ثواب اذا تقول هالكلمة وروايات عندنا عليها احبك مرة كان عندي بث مباشر واحد اتصل قال يعني سيدنا هالشكل اللي تحتي انا اقعد من الصباح للليل اقاب الله واقول احبتش واحبتش واحبتش قلت له لا حبيبي وانما تجيب لك شاي يقول احبتش ودت لشاي يقول احبتش اطلعت برة قل احبتش ارجيت البيت قل احبتش يصير بيك لو مليون مرة باليوم تقول ما تشبع من عندك هذي حاجة احترمها قولا احترمها شوف الامام علي سلام الله عليه شي يقول لفاطمة تزارة يا بنت رسول الله فاطمة شا تقول للامام علي يا ابا الحسن او يا امير المؤمنين هذول مو قدوات قلنا مو حجج الله على الخلق يعني يوم القيامة رب العالمين يحاسبنا يقول هذه الاخلاق الحسنة اللي كانت ليش كنت تتين مرتك ليش ما تحترمها ليش ما تقدم الهدايا تقدم هدايا ولا وهدية بسيط يقول والله جبيت الهدية اول يوم شنو اول يوم اول يوم وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم عمين هاي العبارة المعروفة شهر العسل مو مالنة شهر العسل احنا عدنا عمر العسل يعني كل يوم لازم هاي العلاقات الزوجية افضل من امس خمسين بالمية بيدك وخمسين بالمية بيدها ذول عدهم شهر العسل بس شهر وراه خلاص العسل انتهت واحد قال سيدنا من اول يوم العسل مالي كان مغشوش شهر العسل انت فتشركة لما يفتحون فتمصنع مو كل سنة الانتاج مالهم احسن من السنة الماضية هاي موديلات السيارات اللي تطلع مو احسن اذا هالسنة اجد 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 موديل مو احسن من العام هاي الشركة تتفلس شركة ابل كل سنة تجيب اشياء جديدة شركات الاخرى تتتفلس في العلاقات الزوجية لازم انتهى السنة وضعك احسن من العام السنة القادمة احسن من هالسنة وهكذا هكذا كان الام سلام الله عليهم والعلاقاتهم كانت تسوء عجيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاة خديجة امام الرجال الاجانب يجيب اسمها ويمدحها ويبين محبة الها حتى ان عائشة غارت وقالت لا تفتأ وتذكر خديجة وقد وقد رزقك الله خيرا منها عوضك الله خيرا منها قال مه يا حميرة سكتي ان الله ما عوضني خيرا منها آمنت بي وقد كفر بي الناس آوتني وقد طردني الناس مو قضية جنس وعلاقة غريزية تطالع الجوانب الاخرى في زوجتك واحدة من عده الزوجة تربط مصيرها بمصيرك خضرتك ما تربط مصيرك بمصيرها اذا تصعد تصعد وياك صرت مليونير صير مليونير وياك صرت مديونير تصير مليونير وياك سافرت وها جريت تتهاجر وياك بقيت في البلد تبقى وياك خطية ربط مصيرها بيك قدر هذا الامر بالنسبة لها ام اولادك شريكة حيات حياتك هذه مو خادمة تهيت انت جايبها وكو تحقير احيانا يقول تكرم المرأة شو تكرم المرأة امانة الله تقول تكرم طبعا تكرم لكن هاي كلمة تقال عادة لما واحد تجيب اسم جل لكم الله يقول حمار يقول تكرم الحمار شو تكرم المرأة تكرمها في عشرتها في عائلتها قدام الناس بينك وبينها هاي الحشمة لا تشيلوها بيناتكم خلي المرأة تشوف الرجال ضيف شون تتعامل المرأة مع الضيف عدها اليوم ضيف تستقبل الضيف من ين بالباب ترتب له أكل ترك له طعام وكل سنة وضعك أحسن من السابق انت اعتبرها صديقة عشيقة في الفراش وأم في البيت وصديقة في الحياة صديقة في الحياة الآن إذا صديقك ده يسوق السيارة وأخطأ تصرخ عليه لا ما تصرخ عليه ما تصرخ عليه صديقك يقول عفوا ترى لو السرعة شوية زايدة لو شوية تخفف لكن إذا مرتك ليش يصيح عليه والحساسيات الموجودة وهذا آخر كلام أخلص لأن مارد كل يوم أحشحه بالعلاقة الزوجية صدقني له مئة محاضرة قليلة في العلاقة الزوجية ترجمة نانسي قنقر